كما تعلمون هذه الإشكالية التي تفضلت بها إشكالية كبيرة التي هي متروحة والتي هي مرتبطة بعديد من القضايا ونحاول القصة بسرعة أولاً أن هناك كما تعلمون مجموعة من الصفقات التي تم عقدها لولوج الموانئ الوطنية هذه البواخير شركة مختصة في جرف الرمال غير أن الأخيرة تعرضت لصعوبات مالية أدت إلى فتح مصطرات سوية القضائية ضدها كما أنها تعرفون نزاعاً قضائياً بين ورطة مالكها السابق ومالكها الحاليين قامت الوزارة من خلال الوكال الوطني الموانئ بسلك جميع المساطين القضائية اللازمة من أجل رفع الضرار الذي تشكله تلك الوحدات المتركة على حركيات الموانئ حيث تم اصددار أوامر قضائية قضت ببيع بعض الوحدات بالمزاد العلاني ووضع تيمار البيع بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه وذلك وفقاً لمقتضيات القانون المتعلق بشرطة الموانئ في حين أن مصاطر أخرى لا زالت رائجة أمام المحاكم المختصة وذلك بسبب فتح مصطرات سوية القضائية أثناء مباشرة إجراءة تنفيذ أوامر سريف الدد تم صدور أوامر قضائية جديدة قضت بإيقاف مصاطر تنفيذ أمر الذي دفع الوكالة إلى التماس رفع إيقاف تنفيذ والسمح لها باستكمال إجراءات البيع القضائي لما تشكل ذلك تلك السفون من تهديد في المنظومة المينائية غير أنه تعذر عليها تنفيذ ذلك لعلّة فتح مصطرات تصفية ووعين منها بأهمية هذا الملف بادرة الوكالة بمراسلة تصفية وكذلك سيد رئيس المحكمة التجارية قصدت سريع بين الوحدات المعنية وفق المصطرات المنظمة لتصفية فكما تعلمون هذا الملف هو ملف شائك يتطلب بالطبع الدراسة المعمقة ويتطلب أخذ بالاعتبار عديد من الأولويات الأولويات الأولى كما تعلمون وهو بالطبع حل الإشكالية القضائية واللي هي في طور تصوية الإشكالية الثانية والنقطة الثانية وهو بالطبع العمل على تجنب أي ضرار على الموالي وعلى المواطنات والمواطنين والقضية الثالثة هي العمل كذلك على الضماني أن يكون هناك هاد المعرفة المتراكمة وهاد جربة المراد التراكمة أننا ما نضيعهاش بل أكثر من ذلك أننا نستمرها في المستقبل وهذا ما نعمله في اتجاهي وشكرا